تمام يا باشا تعليمات ساعتك هتتنافذ بالحرف الواحد مع السلام يا باشا تعليمات ايه اللي الباشا قالك عليها يا عدل بيه ما تتكلم يا عدل بيه الباشا بيقول مدام الولدين دون لجوا لعنطر من الاول يبقى عنطر هو اللي خلص الموضوع ده بطريقة ويرجع البضاعة يا السلام يعني ايه بقى عنطر يمسك الموضوع كله لوحده ده كلامك خريف كلام فارغ ليه من إسانك تنسيت نفسك ولا ايه يا رشوان تعلمات البشا الكبير تعلمات البشا الكبير واضحة ولا عندك اعتراض لا لا لاك oat عدل بيه فيش اعتراض ولا حاجة هو فيه حد مننا يقدر يعترض على تعلمات البشا الكبير ده تعلمات البشا الكبير صيف فقرقبنا كلنا زي سعدتك ما قولت مش كده ولا ايه يا رشوان آه طبعا طبعا أنتر الباشا بيقولك لازم تخلص الموضوع ده بهدوء ومن غير شوشارة وبأسرع وقت قل لي الباشا يا تطمن كل الطيل اللي حصل لدي هنخلصوا منه ومن غير شوشار كمان أسيبكم أنا يا باوات تصبوها على خير تمنع لهم على السلام يا بي السلام عدل بي عافي سلام يا عدل بي على السلام يا عدل بي تصبع على خير يا عدل باشي والله يا حنف مايشي حتبصل بيك الصبح نشوف هنعمل ايه في الموضوع ده عجلت صاحبك بالأبوال ده تصبع على خير يا رو شو عم عبك كده يا عزام عنطر يركب على كتافنا ويدلد الرجليه وبوكرا يسوقنا وعيلان زي دول مايسوش نيكلة يعملوا فينا كده ما انت عارف الحكاية متنيلة بستنيلة ولازم نخلص من الموضوع ده بقى وانت عارف الباشا الكبير اوامره سيف على رقابنا كلنا ده اللي بغضو منك على رقابتك انت أوسيع أنت ارقى لكن على رقابتك أنا ماينفعش ماينفعش يا عزام سلام حنفي بكرة من النجمة اتجيب لي الاسم وابا دا دا على مكتبي فورا انت فاهم يلا اطلعين عارفين كنت حبك حزين جوي لو عيال جيت عين زيكم ما عملوش احتياطاتهم وعملوا اللي انت عملتو دا عارفين لو ما عملتوش كده كان زبادكم دلوقتي راحت في الكزيوسة ودي ايه دخل النعمة دي قلبك علينا اوى عن طربيه خلاص بقى عن طربيه ما بناش نقوم الكلام دا كفاءة اوى اللي حصل الليلة اللي حصل الليلة غلطة كبيرة دا الصدقوة دي انا مليش يد فيها صدقوة حارفينش ودي ديه شيك بتاع المعلمة الدولها وقول لها منشكرية انه صبت علينا اللوقتي ديه كله ويهي الحكاية بالزبطة عن طربيه الحكاية ان احنا اتفاجنا اتاخدوا فلوس المعلمة ويترجعوا العربي طب هو بالنسبة للبضاعة التانية يه؟ البضاعة التانية اوه 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 اجرب يطلع بقول لكم ايه يلا نروح اكيد انتو تعبانين ونتقابل مكر ونتكلم هنتقابل امتى وفينا عن طربيه عند عزام بالليل ناكله ونشربه ونهايصه وبعدين نتكلمه وقلكم ايه انا اللي عزامكم مفقين رايك يا هزيم انا اللي اقول لك يا صحبي خلاص عن طربيه نتقابل بكرة عند عزام بي ان شاء الله باي يلا يلا تصبح على خير مفيد ايه عن طربيه يلا بينا يلا ايه حنو ها وين حاصل الله يمن عارف طبعا انت معلم قتلك الى الطب التي هتشوف حبابة العلبي دونيا يا عمي اللي بناقطنا بسكتك وده وقتو يلا يلا بيني عبل ما تغير رؤيوه يلا بيني طيب هتصبح على خير بقى رجالة إلهي وإنت جاهي ما يعدها علينا وعليكو الإله يا أخي سلام عليكم مو تبعرف انت بتضحك عليها نفتنا ابن واشعر نفتنا ابن واشعر نفتنا ابن واشعر ماذا يا ربنا نكملها علي خير وابقى عيل لو مشي طورك في حاجة تانية حاجة ما انت طول عمرك عيلة تبتعت عمل لي فئة كبيرة وانا ابني وبينك تعمل عيل وعيل قوي كمان لما راشوان ده حط التبان ده على جميعه وكان عيدوس على الزنادق كان فاضل على الحلو تكة وتقبل وجه كريم اه لا بس صلاح صاحب ده طلع ايه في الاصل تطلع ضابط كل حاجة وحاسب كل حاجة بالمصطرة اعيب يا واد ما انت عارفني ما سلمش دماغي لاي حد قولونا اني شايف ان صلاح دماغه مكلفة ما كنتش عارسيته معانا في الدور بس الدور المرادة يا صاحب الوانت في الفورة اه بس لو صحت الكيكة تطلع في العالي قوي 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 قول يا رب يا حاجب يا رب يا رب يا زيني يا شعر يا حلو امتن اه بقولك يا معلمي خد يا حبيبتي كوبات اللامون دي علشان تروق دمه مش عايزة زفت ومش عايزة روق دمه عايزة خليه متعقر كده يلا قولي من وشه يا ستي للغاية بحجته معانا وبعدين بلاشت بملهوف عليه قوي كده ده حتى التقل صنع انتي مالك انت يا بنت بالتقل والعومة ايه اللي دخلك انت في حياتي يلا عايش في شغل حاضر يا ستي قديني غايرة حارب يخص عليك اهون عليك وقعت قالت سلامي تقلمك شكلك شاقي وحترجعني يا لبي عملت ايه قولي؟ كل خير امعلمي طب ما تحكييلي طب احنا هينفع على البيب كده مش نطفل جوا طب احنا هينفع على البيب كده مش نطفل جوا ده انا كنت هموت بالقلق عليك انت وحربي احنا بقى كنت هموت بجدد طب وقال ايه يا عم كل ده؟ ما الحمد لله بنرزا والكيكا طالع معانا في العالي اللي حصل حصل ورجلنا جات يا عبارك وعلى رأيه الاغنية اللي شبكنا يخلصنا يخلصنا ان شاء الله ماله هو الوقت حربي مجاش معاكل ايه؟ حربي وصاني وراح يبشر المعلمة هياكل عندها حمام يا سيدي انا عايز اسأل سؤال هو الوقت حربي ده ما بيتهدش ويه يا خليل يتهد طالما الدنيا مسأساقة معاه الناس لها حمام الناس لها جبنا براميلي يا عم ما تبقاش بقع ناكل الجميل المال وعلى فكرة جبنا بلقوطة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وبعدين معلمة ما تقلقيش وافيه بينهم حسابات كتير قاولة أكيد هيتحاسبه لما رشوان يهدى يعني فاكر رشوان هيهدى وشيل موضوعه من دماغه؟ ما تحملش همه معلمة وحتى لما عملناش حساب أكيد هيعمل حساب لعنطر بسك ما تعرفيش عنطر تمش قليل وأكيد يعني مش هصغره طلعت ولد بجد يا حبي عشان تعرفي بس ان في رجالة حواليك يتمنوا يخدموك بعانيهم طلعت مية مية وأنا ماغدوا بالي أول من رجالة اللي عايزين يخدموك وملاحظة تاعلك بتعايزة أقول لك أنا حاجة مانوه ما يضر الشمع اللي به طاير على مية أنا خايزة بتاع شكرا